رجعنا معكم أعزائي المشاهدين وموضوعنا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية مع ضيفنا الأستاذ المحامي عادل عبدالهادي تكلمنا عن التعويض المادي والأدبي من جانبي المادية والأدبية والحين راح نخوض إن شاء الله في موضوع الديات الشرعية أستاذ عادل يدرج من ضمن الموضوع التعويض الديات الشرعية دعونا نتكلم في حادث المرور لما يصير حالة وفاة والشخص نفسه أو المصاب هذا يريد أن يرجع على من يرجع إذا يريد أن يطالب الديات الشرعية هذا السؤال الأول وكذلك إذا حكم عليه في حكم نهاء براءة هل يحق حكم على المتهم طبعا هل يحق للمجنع عليه أو لأهله أو لورثته أن يعودون على المتهم بالدية الشرعية أو على من يعودون أوكي شوك أنا قلت شيء بالنسبة حق العودة المضرور على من تسبب بالضرر ماله أمرها سهل اليوم إذا كان هذا الشخص متسبب مباشر لي في هذه الألم الذي أصابني والحزن الذي أصابني والحزن الأدبي وغيرها أرجع له مباشرة في هذه الدعوة وأقدر أرجع له عليه وعلى شركة التأمين شركة التأمين ليش لأنها مليئة فأدخلها معي شركة التأمين تعوض إذا كان في خطأ وبالتالي أخذ أنا فلوسي من شركة التأمين وشركة التأمين ترجع للشخص الذي تسبب بالضرر مالي إذا كانت مؤمنة لكن ما كانت مؤمنة فأرجع له مباشرة هل مقصود التأمين الشامل أم التأمين الضد الغير؟ بغض النظر بغض النظر يعني المهم في تأمين ممكن نرجع للشركة إذا كانت هذه تدريها بنود عقد التأمين اللي وقعه صاحب مثلا السيارة الشيء الثاني والمهم فيهم ماذا لو طلع براءة طلع براءة معناته حق يضيع الناس توفوا بالشارع اثنينة ولا ثلاثة ولا واحد وبالتالي الشخص هذا طلع براءة غير متسبب في الحالة غير متسبب لكن الدية الشرعية من يدفعها؟ هناك دية شرعية فهو يتكفل في هذه الدية حددها القانون طبعا بعشر تالاف دي نهار لكن يبقى أن هذه الدية الشرعية لكن أكو ديات مختلفة أن مثلا عن العيون لها شيء عن قصة الإيد عشر تالاف دي نهار عن الوفاة هذا عن الوفاة فقط لا غير فبالتالي القانون ما يمنع الشخص الذي يكون تسبب في هذا الحادث أن نعفيه حتى لو طلع براءة لا أنا أرجع في الدية الشرعية وأخذها سواء من شركة التأمين أم من الشخص الذي تسبب في الضرر الذي أصابني أو أصاب أسرتي لكن هناك سؤال بايد مهم وما أدري كيف تساعدنا لي اللي هو ماذا لو ما نعرف من الشخص اللي سبب الحادث ربكة وسيارة ودعموا واحد ومعت بالشارع مثل هذا اللي بك أنت بتكلم عنه أن هذا السير واحد مثل نسمع أشكيثر هنود قاعد تقبر بالشارع بالهايوي ويأت سيارة وطقته ومشت محدرة من الحادث هذه الكويت حددتها حسب المبدأ الشرعي أن الدولة كافلة منها ضامنة منها ضامنة له وبالتالي الدولة هي ممثلة بوزارة المالية هي اللي تدفع العشر تاراف دينار وهذه كانت تأخذ أول من بيت مال المسلمين وبالتالي اليوم الكويت واخذ هذا النص وحطتها ورتبتها بحيث إذا انتفى أو ما قدرنا نثبت من هو الشخص اللي تسبب في هذا الحادث أصبحت على الدولة أنها تكون هي الراعية بأنها تقوم بالسداد عن قيمة الدية الشرعية أنت بهالحالة أجبت عن سؤال الثاني لكن نحن نتكلم عن إصابات الملاعب الحين بالنسبة لللاعبين الكرة الغدم أو كرة السلوة لما تحدث منهم إصابات على من يعودون بالتعويض؟ هل على النادي؟ لا يوجد قانون هذه مشكلة لا يوجد قانون يرتب هذا الموضوع للأسف يعني بالكويت لا يوجد قانون يرتب إصابات الملاعب ويرتب هذه ولذلك لما مراتنا نصرخ لما كنا رشحنا في السنة في الانتخابات وغيرنا وغيرنا نقول الكويت فيها قصور تشريعي قصور التشريعي ليس بكثرة القوانين بأن هذا القانون يكون على الأقل يعني يدوم فترة طويلة ومعالج لكثير من الحالات يعني مثلا لما أنا أقر أنه في عندنا التفرغ الرياضي وأقول نعم أنا رتبت التفرغ الرياضي ورتبت قانون للاحتراف لذلك يرتب إصابات الملاعب إصابات المشاهدين اللي موجودين اللي قاعدين اللي حضروا الجماهير هذول يداشي الملعب ما ينطقون أرتب غيره وغيره وغيره دائما القوانين المثل هذه تعطي التزام أكبر لي أنا كراء واحد من الجماهير لما أدخر وقول أنه في قانون يردعني في هذا القانون إذا أنا تسببت برمية بطل وحاش لي راس واحد أنا راح تفعلي عشرة آلاف دينار لا محال حسب نص القانون وبالتالي كان القانون واضح فصل لنا قانون جزائي وقانون يردت بتعويض وبالتالي أنا أخاف دائما قلت لك القانون أما أنك تخافي منه وأما أنك تحت هرمينه نحن نتمنى على الجميع أنهم يحترمون لكن اللي ما يريد يحترم يجب عليه أنه يلزم بالقانون عن طريق الرجع عن طريق المحاكم الجزائية محاكم أول درجة ولا بالاستئناف أنها تردع هذا الشخص عن طريق الأحكام الجزائية فلازم تكون في تشريع مفصل نحن اليوم أعظم نسلم مقايبة عنهم مثل هذه المسائل إذا يوم يشرعون رح يقولون أن رتبنا حق الاحتراف طيب شنو حق الاحتراف قال بس نحن رتبنا حق الاحتراف على وزارة الشؤون أنها تطلع لا أحد تنفيذية لمثل هذه المسائل ويسيبون الموضوع حق المسائل صراحي الآن فعلا اللاعب لما يصاب في داخل الملعب ما يقدر حتى يعود على النادي لا بس يقدر يعود على شيء ثاني يرجع للأصل العام اللي هو القوانين المدنية اللي هو وصيب لي مثلا مفروض الدولة عادة التعويض منها يكون يعني لا ليش ما الدولة مثل ما رتبت أن تكون الملاعب فيها الحين نوادي صار داخل الملعب سوب صار داخل الملعب وبالتالي لما يصير مثل هذا الموضوع ترتب أيضا تحافظ علي وعلى صحتي وعلى سلامتي وسلامة عيالي وعيالك والناس اللي رياي الملعب ويأيين يشوفون الكرة القدم أيضا تحمي اللاعب هذا اللاعب محترف وبالتالي لما اللاعب هذا يتعطل عن موسم كامل عن اللعب اللي تسبب بإصابته متعمد وهذه تحتاج إلى لجنة تحتاج إلى خبرة ما اللهم عيالناعبين لأنه لا يوجد حماية قانونية لهم فبالتالي لا لهم لأنه لا يعمل عدل طيب أستاذي نحن هناك سؤال الدرجة من أحد السألين يتكلم عن الشوارع يقولك الشوارع فيها كثير من المطبات وكثير من الحفر وكثير خل نقول واحد سيارتها يدعي 100 ألف دينار أو سعر وقدرة ومركب له طبعا سيارتها التواير ديدة من الشوارع هذه وهو قاعد يمشي تضررت عنده التواير تدري التاير الواحد راح يكلفه مبلغ وقدرة صخرة من الشارع من الكثرة الحفريات هل يستطيع هذا الشخص أن يعود على الدولة بدون شك بدون شك هذه رتبها قال القانون يسوي إثبات حالة بالبداية بالمغفر يسوي إثبات حالة أنه في المكان الفلاني هذه تسبب تكسر مكينة سيارتي لما وقفت هنا يطلعون المغفر مفروض المغفر مفروض يتعاونون مع خلق الله كلهم ويطلعون لما يقول لهم يسوي إثبات حالة لا يرجعون يقولون لا أصبر دعنا نكلم المحقق لا عقب المحقق رئيس التحقيق عقب رئيس التحقيق ضابط المغفر عقب ضابط المغفر رئيس الأمن عقب رئيس الأمن رئيس المنطقة عقبها وعاية السافر بالأخير عقب ما نخلص كل هذه يقول لا تعال باتر عند مدير المنطقة نعم علشان تشوف بالتالي حقك يضي فأنا من هذا المكان من هذا المنبر من برنامج كمول الكريم أقول أن وزارة الداخلية لازم على الأقل تثبت حالات الناس في مثل هذه المسائل علشان يقدرون بإثبات الحالة هذه أنهم يرجعون على من تسبب بهذا الضرر لأن هذه المقاول التي رصف هذا الشارع أو جيب هذا الشارع ما هدى شغلة بطريقة المقاولة والسليمة ما هدى بطريقة صحيحة التي تخدم كل السيارات وبالتالي سبب حفرة معينة طيق شوية مطر صارت في حفرة هذه أرجعان على الوزارة والوزارة ترجع على المقاول الذي أساسا لم يكن حريص كل الحرص بأن يطبق المواصفات الفنية المتعلقة في سلامة الشوارع نتمنى إن شاء الله من أخواننا الذين بالداخلية لا يقصرون في إثبات الحالات لأن هذا أمر جدا مهم لجميع الأشخاص أساس يتمكنون أنهم يرفعوا دعوة ويعودوا بالتعويض المدني والأدبية عن الأضرار التي وقعت لهم أنا أختم معك سيد عادل بهذا السؤال في كثير من الحالات طبعا نحن اللي نعرفها في القضايا الجزائية أو خنقول في قضايا الجنح السب والقذف الإنسان يتوجه بطبيعة الحال إلى محكم المخفر يقدم شكوى بعد ما يقدم شكوى يتم استدعاء المتهم تحقيق معاه ثم تحول قضية المحكمة ثم يحكم له ومن بعد ما يحكم له يقدر طبعا هو سبب في كل الموضوع أنك أنت تروح المخفر وتسجل قضية أنك بالنهاية تريد تروح ترفع دعوة تعويض مدني طبعا مادي وأدبي عن الضرر اللي لحق فيك هذا البروسيجر يمشي بس نحن نقدر نختصر هذا الطريج بدلا تروح أنت للمخفر وتسجل شكوى تقدر على طول ترفع دعوة مدنية بس يجب أن تثبتها أمام المحكمة سواء بشهادة شهود أو بإثبات يعني فعلي للموضوع الآن هذا الوضع قائم بالنسبة للأشخاص العادين أنا أتكلم عن باعتبارك مرشح طبعا سابق لمجلس الأمة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة والحصانة اللي يتملكونها هل هذه الحصانة تمنع الأشخاص من الرجوم يعني الآن غالبا ما نسمع أن عضو مجلس أمة في إحدى الندوات أو في خنقول في طبعا ترشوها أو في الندوات أو في ساحة الإرادة وهو قاعد يلقي الخطبة ممكن يخطئ أو يغلط خنقول أو يسب أو يقذف أحد الأشخاص سيم من الناس ما نذكر منه أو ما نعرف من الشخص ذكره بالاسم وقذفه هل الشخص هذا طبعا طوية الحالة نحن كل نشوف الناس تروح طبعا تروح المخفر وتسبج الجنحة سب وقذفه ويروح الموضوع إلى البرلمان ويطلب رفع الحصانة طبعا الغرض من الموضوع التعويض المادي والأدبي لماذا لا يتجه صاحب العلاقة إلى المحكمة المدنية دايركت بغض هل الحصانة حصانة عضو مجلس الأمة تمنع الشخص من رفع دعوة مدنية على طبعا مباشرة لا لا طبعا لا لا مو صحيح أول شيء قلت شيء بالنسبة لذهاب الأشخاص إلى الدعاوة الجزائية بالسبب والقذ هذه مسألة تنقسم إلى رأيين رأي يقول أنا أبي أخذ الحكم الجنائي وبالتالي أرفع دعوة التعويض عليه فأعوره ماليا بعضهم يقول لا المهامني ماليا أنا يهمني أني أسجنه قضايا الجنائي السب والقذ ما يتم السجح فيها بغالبية هذه هذا همي همي الأول أسجنه بعدين التعويض فهي تنقسم حق أهواء الناس لكن رأيك جدا سديد اليوم أنا باستطاعت أني أرفع أي دعوة مدنية وهذا اللي إحنا قاعد نتجه له الحين بدل ما نروح نرفع دعوة جزائية وندعي فيها مدني ونقعد نحارب فيها وبالأخير يطلع براءة والمحكمة تقول برأيها أن هذا يعتبر من النغد المباح أنا أقول ليش أهو أسائلي ولأسرتي ولكياني ولمكانتي الاجتماعية وليأبنائي وتاريخي السياسي وتاريخي الاجتماعي وتاريخي أي مكان وجرحني جرح عميق أنا لن أخلي المحكمة المدنية هي اللي تغدر لي قيمة التعويض فأدعي عليه بخمسة ألاف وواحد دعوة مدنية عادية وأي هي المحكمة إذا التزمت بأن تحدد هذه أنا بعدين أرفع هذا بالنسبة للشخص العادي بالنسبة لعضو مجلسهم والحصانة هل نتمكن من رفع الدعوة المدنية ولا لازم نرفع الحصانة لا مالهاج يعني نحن نقدر نقول أن مولد كل مرة يتمضع طلب رفع الحصانة عن طريق شكوة فممكن أي شخص يندرج اسمه يقدر يروح يرفع دعوة مدنية مضاشرة رفع الحصانة مرتبطة بالحبس مرتبطة بالإجراءات مالة الداخلية بالتحفظ مو مرتبطة بشيء ثاني وبالتالي حضورها إلى المحكمة طيب أنا الآن أطالب لي عضو مجلس الأمو خمسين دينار ولا ميتين دينار ولا ألفين دينار أجل رفع دعوة بنيت لبيته أو عمارته هذه الكبيرة من خمس أدوار وأطالبه نصف مليون دينار مراضية فعلي أنطر لما أخذ الحصانة مو منطقية هي المنطقية بالجنائي علشان الداخلية الحكومة ما تتعسف مع العضو فتحجزه الفكرة منها جديد أن الحكومة ما تتدخل في نفوذها فتمنع هذا العضو من أنه يحضر جلسات مجلس الأمة وبالتالي صوت التصويت الفلاني وبالتالي أنا أمنعه يمنع عليها بعدما يقسم القسم أنها تتحفظ عليه إلا لما ترفع حصانته عن طريق القضاء وبالتالي ترفع الغضية والمجلس الأمة ما يتأكد من شيء ما يدخل في المواضع كثير يدخل من شيء جزئية وحيدة اللي هو يتأكد هل هناك كيدية في هذا الادعاء ولا لا إذا ما في كيدية حالها أنا يمكن اللي همنا في الموضوع عن التعويض يعني أنه المتعويض المدني نبين أنه بالفعل يتمكن الشخص سواء شخص عادي أو غير عادي عنده حصانة تقدر ترفع على طول دعوة مدنية عن أي ضرر حاشك سواء قضية سب أو قث أو أي شيء من هذا القبيل الحصانة لا تحمي إلا داخل مجلس الأمة ولا تحميه خارج مجلس الأمة أشكرك أستاذ عادل على المعلومات القيمة اللي أثرتنا فيها